هذا الأيام راح يديروا بهرجة أخرى وراح يجيبوه ويحلف إن شاء الله بركة المرة ما يروحش سكران كما راح المرة اللولة أقسم لي من حضره وكان واحد من لي حضره أقسم لي قال لي أنه جات ريحته ما تقدرش تشمه جا سكران ما كانش مصدق خاصة أنا بوعز واسيني لعبله في آخر لحظة كان لقيت صالح شوية مريض لعبله بوعز واسيني وكاد أنه يذهب إلى دور ثاني وكان راحوا إلى دور ثاني بوعز واسيني كان حاب يخرج ميهوبي بالذلك انتقموا من الجنرال بوعز واسيني انتقام شديد كيشينغريحا كيتبون كلهم اجتمعوا إليه لأنه في كل اتجاهات دار مشاكل دار مصائب دار معهم يعني لكن بوعز واسيني وجماعة القايدز راه يرام أعداد هائلة راه أكثر من 150 ضابط من جنرال وعقيد جنرال مجرور جنرال يعني لواء عميد وعقيد وليتنون كورونال وكموندو رام كثر من 150 اللي كانوا في مناصب حساسة يعني الكموندو وكورونال كانوا في مناصب حساسة حتى الجنرالات فيهم لشخم فيهم توبو ديليت فيهم يعني كانوا في مناصب حساسة جدا بوعز واسيني عميد حميد غريس قائمة طويلة نحوا هذو الجنرالات اللي كان سجنهم القايد صالح لوعد رزاق شريف ومنتع الناحية الثانية سعيد بايل خلنا منه لكن الآخرين هما راهم كثر من 200 اللي كانوا في رتب عالية جدا ومناصب عالية جدا أو على الأقل في مناصب مهمة جدا منهم 150 تقايد صالح من جماعة القايد صالح وهذو يبقوا محظوظين لأنك اللي ماتوا تحت التعديل هذوك رام ينتظرون ورام يستنوا وشينغريحة وعارف وهذوكسوجينو نتيجة تحالف ثلاث أطراف جماعة شينغريحة مع جماعة توفيق ديراس وتبون لما كان مازال ما عندوش النفوذ في الألفين وعشرين كان شوية على حدوده لكن هو أيضا ما اعترضش قال لهم بيناتكم يعني لدينا أمامنا الآن ثلاث أجنحة فاعلة قيادة الأركان ونقدر نعطوها 45 إلى 50% كما قلت من النفوذ حاليا حوالي 30% من النفوذ اللي يتبون وحوالي 20% من ديراس قديمها وجديدها لكن من الخلف كاين الجناح انت على القايد صالح سواء اللي بسوجين أو اللي غادر غادر الجزائر كلها أو اللي غادر المنصب ورهو وراترات هذا كل مرة مستنعوا في وقتاش الدور متى تدور الضائرة فأنت أمام وضع أسوأ مما كان قبل شهر كانوا حابين هذه العهدة الثانية يترسخ فيها انتخاب يخرج فيها الشعب بالملايين هم 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 بعد تخيلوا بالـ 11 مليون ونص عاودوا قطوها المحكمة الدستورية وكانوا 11 مليون ونص ويخرج فيها الملايين وترفع صور تبون في كل مكان وتهتف له الجماهير ما كانش والمصيب أنه كان كيروح يلقي خطاب كارثة فيه رئيس قعد خمسة سنين كما يسموه رئيس ورايح لعهدة ثانية ما يعرفش متى أسست الجامعة العربية ويجي يتكلم على سبيل المثال هذا يعرفوه تلاميذ تع المتوسط وبعدين رأيه قبل ما يروح يتكلم رأيه يقرأ ورأيه يكتبوله وعنده سبعين مستشار وكلهم يكتبوله وبعدين يروح يقول أي كلام فيه شخص فرحان أنه سنه راح ينديره 450 ألف منصب عمل في العهدة القادمة معنى 90 ألف العام وانت عندك قريب 400 ألف إلى 500 ألف من الشباب يخرجوا كل عام ينتظرون أعمال إضافة إلى الملايين اللي بدون عمل وأشياء أخرى كثيرة لو كان نقف عندها نزيد ساعة وحدة أخرى من الآن وأنا لا أريد أن نزيد أكثر من عشر دقائق إذن ورأينا راحين نرأينا راحين الآن خلاص الكاشي مهما كان الكاشي عن تبول لكن جمعت ديريس وجمعت شينغريح خرجوه ضعيف لكن تبقى القضية كالتالي سؤال اليوم ييتغدى بهم ييتعشوا به خاصة أن التلاعف في الانتخابات أظهرت أنهم لا يريدون أن يخرج قوي من هذه الانتخابات وأن النتائج اللي أعلن عليها شهر في شهر فيما قال هاش من رأسه قالوا لقول قال كما ذرك هذا تعلم حكمة الدستورية قالوا لقول قال هذا أبواق ليس أكثر أي أن الخصومة ستكبر وليس أمام جماعة التبون إذا أرادوا أن ينجوا إلا أنهم يقوموا وأنا كنت طلبت منه لكن قلت للناس يعني فقط لإقامة الحجة فقط عارف باللي ما يتبعش وما يسمعش لأنه ما عندوش لا كارزما ولا شخصية ولا قدرة على إدارة لا إدارة البلاد ولا إدارة الصراع ولا مش مش أرواح باركو كون رئيس لما قتلوا ألغي الانتخابات وأعلن عن انتخابات جديدة كون أعملها لو كان فعلا كي الناس كانت تخرج ترفع أسمه أو تنشد بأسمه أو تقول هيا لباس ها وجانا رئيس رح يهنينا من حكم الجنرالات أو على الأقل يقسقس لهم شوية الأجنح ما يقدرش لكن اللي معاه ممكن يقدروا وبالك فكروا على أساس خلينا نبدو العهداء ثم وانت لها وبالأخرين ولذلك أنا أتوقع أن يسروا أن جماعة تبون يحاولون يبدوا أولا من جماعة المخابرات طبعا هم عندهم أكثر من خط عندهم أكثر من طريق ربما فيهم من يفكر خلينا نتفقوا مع شنقريحة نحي وجبار مهنة وناصر الجبان ونعاود ونصلحوا المخابرات وبعد يتلهوا بشنقريحة وفيهم ربما من يقول لا خلينا نتنى من هذا الحنوشة أخطر من شنقريحة وأخبث منه وأجرم منه خاصة أن عقولهم رأي ما زالت تفكرهم مثل التوفيق وغير التوفيق ومن بعد نتلهوا بشنقريحة شنقريحة ما عنده لا شعبية داخل الجيش ولا أنصار ولا كلام ما عندهش جابتوا الظروف لعب فيها بونويرا دور كبير أنه ما تخلش للسجن كان كيت صالح باش دخله للسجن بونويرا تدخل لقى حطه رئيس القوات البرية قاعدة القوات البرية قتل القاعدة الصالح شارك فيها شنقريحة أو قتل القاعدة الصالح جاء في بلاستو لكن شنقريحة لا بسيط بالرغم من أنه ما عندهش كلان وما هوش هذاك لكن مقارنة مع ما هو موجود داخل نظام الجزائري يعتبر شنقريحة لا بس يعني يفكو الخط يقرأ شوية هو فرنكو فورم عش العربية نهائيا شفتوه في الخطابات باديلة وحدة أخرى شوية يقرأ شوية فرنسوية ما هوش يعني ما رش تكلموه على البهاي من تاع ناصر الجن ولا من تاع جبار من هن ليس في هذه الباهمية المستوى تاع الباهمية أفضل شوي لكن السن والأمراض العام الجاي شنقريحة وتبون كلاهما يدخل ثمانين سنة السن والأمراض لها أحكام هو رأي يعتمد الآن على رئيس مكتبه جوادي وعلى ثلاثة ولا ربعة بلاك في الأيام القادمة نجيبوهم بالأسم إن شاء الله هني وعدتكم ورح نتكلموا على أدوارهم وعلى لكن رح نعيش استمرار صراع الأجنحة استمرار إسقاط هذا وجيب هذا لكن هل تشنقريحة وجماعة الدياريس رح نيبقوا يتفرجوا وهما عارفين بالإجماعة تبون ما همش رح نيطلقوهم هذا هو السؤال الكبير اللي رح يكون مطروح من هنا إلى نوبومبر اللي مبقالوش كتير شهر ونص رح نشوفه عندما نشوفه يعني لكن الأخطر اللي رح ينتظر في تبون أو من بين المخاطر هو شعب ناقم وغاضب وازداد غضبه ومش فقط على ارتفاع الأسعار والدخول الاجتماعي اللي بالمناسبة حتى البارح باش أعلنوا أنه يوم 22 باش يكون الدخول المدرسي قريب نهاية شهر تع سبتمبر مش فقط على هذا وعلى الغلاء وعلى لا لا زدت وزورت وما عرفتوش تزوره وزدت وعاودت الانتخال النتائج بنتيجة أخرى وإحنا نرانت مرمدو كل المطالب ستسعد كل المجوعين والمعطلين واللي موش يخلصوا واللي أوضاعهم بائسة واللي كي يخلصوا ما يكملوش عشريا في الشهر كلها ستسعد في أوضاع محلية وإقليمية ودولية خاصة إقليمية ودولية شديدة الإطارات